الله وبركاته معكم الأستاذ محمد الأسود من عمان الأردن مدرسة لغة الإنجليزية عندي اعتمادات من عدة دول منها اعتماد السات والاي سي تي والاي جي سي اس اي وعندي كمان اعتماد الاي بي الأمريكي اللي هو عمستوى الجامعات وكمان مدرس للتوجيه الوطني وكمان ان شاء الله انه انا معتمد لتدريس التوفل والايلتز لاني انا معتمد لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية او كلغة أجنبية او لغير الناطقين بها في كتير اشخاص بيحكولي عن التوفل والتوفل والتوفل فحبيت بصراحة اعمل مشاركة معينة امد ايدي من هاي الناحية بحيث انه ان شاء الله افيد الناس وبنفس الوقت ان انا اضلني اراجع هاي المادة لانها مادة ضخمة نسديا عملاقة فالفايدة راح تعم على الجميع هالان ان شاء الله ناوي اشرحها كاملة ولكن لا شك انها هي مادة ضخمة جدا جدا فلذلك انا بتمنى انكم انتو تدعموا بالنشر تدعموا باللايك لانه بعمل اقتراحات وراح احط كل اسكل في اسم الحصة وراح نحل نص الأسئلة اللي بتكون موجودة ان شاء الله تعالى والنصف الثاني بضل اليك انت طبعا تقدر انك تشوف هذا المنهاج عن طريق الفيديو او انك تحصل عليه عن طريق التواصل معي او اي طريقة انت بتشوفها عندي انا المنهاج الاقرب مع انه انا خلينا نكون واضح معك انه كتوفل ما في مادة محددة ما في مادة محددة يا جماعة الخير لهذا الاشي ولكن هذا الكتاب هو الاقرب لمادة التوفل بحيث انه انت بتشوف انه فيها امثلة كاملة متكاملة من نفس هذا الكتاب لذلك الاغلب باعتمده وبيستخدمه وبيشتغل عليه فبالتالي احنا يا جماعة الخير راح شو نسوي راح نشتغل عليه ان شاء الله تعالى راح نبلش بالسكلز اللي هم الاولانيات بالترتيب طبعا انا حاصل على درجة البكالوريوس بمعدل جيد جدا وحاصل على درجة الماجستير في اللغة الانجليزية وادابها بدرجة جيد جدا كمان وان شاء الله في طريقي للتحضير للدكتورة هلأ كمان احنا شو راح نعمل راح نستمع لشو اسمه الاوديو تراكس ونشوف كيف راح نحل خلال عملية توضيحي للمادة راح اوقف الفيديو لانه انا باضطر افتح الساوند تراكس اللي هم الاصوات دروس الاصوات بفتحهم انا من تلفوني فبلزمني اني اه اجيب التلفون افتحه اسوي انتو مش راح تحسوا بس انا عشان اكون يعني صادق معاكم انا بعمل الطريقة هاي باني اه بفتح الساوند تراكس من التلفون عشان ما بدي اشي اه يعني ما بدي اني اطلع من هون وعدين اروح اجيب المشغل الاصوات كذا لا بتصير مشكلة عويصة لذلك خلوني نبلش باول اسكل المهم يا اصدقائي اه هاي الاستراتيجي رقم واحد اسمها فوكس ان تلاست لاين لانه انت راح يكون عندك محادثة محادثة في هاي المحادثة راح يتم عادة سؤالك عن الجزء التاني من المحادثة على سبيل المثال عندي هون مان بعدين وومن هو حيقولك what does the woman mean راح يسألك عن الاشي اللي في السطر التاني فلذلك راح يكون هو سؤاله what does the woman mean اذا انا بدي يكون تركيزي على الجزئية الموجودة في اللاست لاين هون بحكي لك كل محادثة بيتبعها ايش بيتبعها سؤال في السطر اللي بعده it is important to understand that the answer to this type of question is most often أو often انت حر بس often بيقولوها الأمركان but not always يعني غالبا بس مش دايما found on the last line موجود في السطر الأخير of the conversation تعالوا نشوف هون الconversation انا اللي عندي انا عندي هاي الconversation بتقول بيلي really made a big mistake this time الله بيلي اخطأ المرة هادي بتقولو الصبية yes he forgot to turn in his research paper هون لازم انا افهم ايش يعني turn in turn in turn in يا اخوان معناها يسلم نسي يسلم ال research paper الواجب تبعه طبعا بدنا نكون متأكد انه في الجامعة احنا منقول submit my research project انا هون بس حابب اعطيكم تلميح انه انا كيف بدي ابلش استوعب الفكرة عندي انا turn in وعندي هون submit ولسه انا ما حليت وقاعد بتأكد من شغلي هون بيحكي لي what does the woman say about بيلي شو حكات للمرأة عن بيلي هلا بيكون في هذا الحكي بتسمعوا سماع طبعا هذا السماع بالاذن يا جماعة الخير بتسمعوا هاي اذن فانت بيكون عندك دفتر بايدك هما معطينك اياه كتاب فيه بالكتاب هدول ورقم السؤال مثلا هون بكون مثلا 28 وانت بدك تنسخ انو خيار في ورقة الإجابة in your test book or on the computer screen يريد it was the first time he made a mistake لا يعني مبدأ انو first time هم عشان انت تتخربط وتروح تقول ايش الجماعة بقولوا this time معناته اول مرة بس هذا الحكي خطأ الثانية he forgot to write his paper لا ما هو بقولك he forgot to turn in يعني هو كتبها موجودة رقم ثلاثة c بقول he turned in لا غلط هم قالوا forgot فما بيصير هون اقول he turned in the paper in the wrong place لا هون ما حكينا احنا عن ال place نهائيا احنا حكينا عن ايش؟ حكينا يا جماعة الخير عن he didn't remember طيب هون كيف دا اكد حالي؟ بأكد لحالي على اجابتي عن طريق شغلتين الشغل الاولى انو كلمة turn in معناها submit كيف دا اكون عارف؟ ما هو هاي اللي بختبروك فيه بختبروك في المعرفة والاشي التاني اللي هو ايش؟ اللي هو forgot وforgot هون نفس معنى ايش؟ نفس معنى didn't remember لم يتذكر هيك بتكون اجابتك الصحيحة هي الاجابة دي وتحت هو حاطط لك الشرح زي لانا شرحته بس ايش باللغة الانجليزية تعالوا للستراتيجي اللي هي focus on the last line بيعلمك وين تركز في الاستراتيجي هاي بقولك The last line of the dialogue probably contains the answer to the question بقولك عال اغلب من المحتمل او على الارجح انو يحتوي على جواب اللي بدك يا انت listen to the first line اسمع على السطر الاول of the dialogue if you understand it اذا ما فهمتو مش مشكلة don't worry ما تقلق because it's probably it's probably does not it probably does not contain the answer لانو على الاغلب ما بيحتوي على الاجابة الاجابة بتكون وين يا حبايبي؟ بتكون في الطرف الاخر انا بعتذر يعني اني بحكي يا حبايبي لاني انا بعمل لايفات لطلاب المدارس التوجيهي في الاردن فمتعود على اني بخاطب حدا اصغر سنن ولكن على الاغلب هون انا رح اكون بخاطب ناس اكبر مني سنن وقدرا فعذرا عذرا على هذا الاسلوب ان شاء الله انه يعني ما يكونش فيه اي اساءة المهم يا جماعة الخير شو بدي اسوي انا هون انا بدي اجي اقرأ الاستراتيجية التالتة طبعا هم تالت استراتيجيات في واحدة استراتيجي هاي اش بتحكي؟ بتحكي بي ردي تو فوكس on the last line جهز لي حالك للسطر الاخير of the dialogue because it probably contains the answer repeat the line في مخك عيدو عيدو ايش هون حكينا احنا احنا حكينا he forgot to turn in his paper يا ويلي عليه والله غير الدكتور يعمل له مشكلة عويصة فهون عيدو في مخك وبعدين انت راح تكون اعرفت الجواب طيب حل يا محمد حاضر شو بقول هون in this exercise you should focus خليني اختار لون اخر لان انا اه بد اعودكم الشرح بالاصفر خليني اختار مثلا اللون الزهري الفاتح للاسئلة الاسئلة in this exercise you should focus on the last line of the dialogue هذا طبعا هون مش هيعطيك هناك اسئلة زي هيك يوضح لك read the question اقرأ السؤال and then choose the best answer to the question بعدين اختار افضل اجابة remember that you can probably answer the question easily بتقدر تجاوبه بسهولة only the last line with only the last line تذكر انك راح تقدر تجاوب عن طريق ايش السطر الاخير بس هلأ هون يا جماعة حاطط لي هو في هذا الكتاب الرائع ثلاث تمارين اتمرن عليهم قراءة لانه احنا جماعة شغل قرية فمعطيني هذا التمرين ومعطيني كمان يا سيدي العزيز خياراته جنبه معطيني هذا التمرين معطيني خياراته جنبه واللي تحت خياراته جنبه تعالوا نروح خلالهم let's go through them هون ايش بحكيلي بقوللي can you tell me if today's matinee is a comedy romance or western هاي الكلمة على الارجح جديدة على الاغلب هاي الكلمة اذا بتلاحظوا احنا كيف بدنا من content من context نفهم context يعني من السياق كيف دي افهم بدي افهم انه هو بقول comedy romance or western today's يعني اشي كل يوم يعني مش رواية فهذا معناها film او شيء يعرض هيك في وسط النهار فهو بقولها i have no idea عفوا هي بتقول له هاي الوومن بتقول له i have no idea هلا هون هيسألني هو عن ايش هيسألني عن what does the woman mean شو قصد المرأة what does the woman mean شو قصدها she has strong ideas about movies لا وضح لك هون يا جماعة الخير معنا كلمة matinee in aish movie she prefers comedies over western لا يا جماعة ما حكينا هون عن ايش بنفضل she doesn't like today's matinee لا ما منعرف هذا الاشي she doesn't know وهذا هو يا جماعة الخير الجواب الصحيح هي قالت i have no idea انا ولا عندي فكرة i have no idea اذا الجواب طلع ايش طلع D طبعا اللفظ الصحيح لهاي الكلمة matinee طيب نيجي للسؤال التاني السؤال التاني بلون تاني لون يكون خفيف على العين ان شاء الله woman بتقول المرأة was anyone at home at barby's barb's house when you went there to deliver the package هل كان في حدا في البيت لما رح تتوصل the package i rank the bill but no one answered الزلمة قالها انا رنيت على الجرس بس محدش رد ديروا بالكم احنا رح نسألك عن ايش هذا what does the man mean شو قصده للزلمة طبعا يا اخوان ديروا لبالكم على الكلمات هدول اللي هي مثلا كلمة مين كلمة مين كلمة كتير ضرورية معناها يعني يعني what does the man imply imply يعني يوحي لا ايش قاعد بوحي هاد الزلمة بوحي كالتالي barb answered the bill لا والله he didn't answer ما هو بقول no one answered بشطب هاي the house was probably empty والله يمكن انا بشجع هاي الفكرة البيت كان على الاغذر لبفاضي the bill wasn't in the house الجرس لم يكن في البيت هذا هبل يا اخوان حاشاكم the house doesn't have a bill البيت ملوش جرس هذا هبل اخر فبطلع جوابنا b وانا بصراحة بتطلع الاجابات بعد ما اجاوب عشان يكون في عندي تحدي انه لا يا محمد لازم تكون كفو وقبها ولازم انت زي ما بدك الناس ينجحوا ويتعلموا بدك تكون قادر على اجابتهم وبعدين تأكد زي ما بدك وهذا الاشي اللي انا بعمله تعال نشوف الخيار الثالث وهذا كله reading رح نيجي لل listening كمان شوي you just got back from interview for the internship رجعت انت من المقابلة تبعت المنحة التعليمية بس طبعا انترنشب يعني هي منحة زائد تعليم لمهنة يعني كيف بدأ احكي لكم بياخدوا الواحد منحة بس بعلموه how do you think it went كيف تتوقع كان الوضع فيها الزلمة قال i think it's highly unlikely highly unlikely كتير مش محتمل that i got the job ان انا احصل على الوظيفة والله كتير ما بتوقع اخذ الوظيفة هيك قالها what does the man suggest هاي تالت كلمة suggest يعني يقترح ويقول ويوضح بس هي معناها يقترح شو يا اخوان هو طبعا خلينا هيك نيجي نحط هون دائرة عشان نقول للناس ان يا حبايب القلب هاي اسمها كلاود طبعا غيمة ان يا حبايب القلب هاي هي اجابتكم وانت بلشت ما شاء الله عنك تتحسن في التوفل it's unlikely that he will go to the interview لا يا زلمة لا يا زلمة he unlikely he will go يا زلمة راح وخلص هايو you just got back انترجعت from the interview فهذا غلط he thinks he will be recommended لا والله لن تكون recommended لانك انت خبصت the interview was apparently quite unsuccessful والله انا I go with this answer بعرفش ليش لانه بقول والله الانترجع كانت بشكل واضح quite unsuccessful كتير مش ناجحة شكله الزلمة يعني خبص وعك في الكلام قدام صاحب الشركة رقم D he had an excellent in review لا والله he didn't have any excellent in reviews خلينا اتطلع واشوف سؤال ثلاثة جوابه C thank you so much الحمد لله حلينا صح طيب يا جماعة الخيرات نيجي لهذا كم سؤال listening فيه ثمانية انا رح احل اربعة وانتوا راح تحلوا اربعة رح احل اول اربعة عشان listening هايو انا مشغله وتفضلوا معاي موسيقى 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 ليس به ثلاثة الوذي شوفوا يا اخوان صدقا انا كنت بتطلع على الهاتف التلفون لأنه نحاط الساوند تراك على التلفون وحاطت إن شاء الله الصوت يطلع واضح لأنه أنا أتوقع أني حطيته من الجهة المقابلة بس أتوقع فيه مايك خلص فهمت أنا هلأ كل إشي مطلوب مني فهمت كل إشي مطلوب مني شو بدي أسوي بدي أجي هلأ شفت الإجابات جيت على الإجابات رح أعلمهم باللون الأصفر بعدين أختار أو باللون السكني واللي بتوقع إنه صح رح أعمله بلون أحلى يمكن والله شاكك فيها بدي أحطها باللون الأصفر هاي هادي بدي أحطها باللون الأصفر طيب بدي أشوف هذا الحكي كلام فاضي مش مستوعبه أنا مش مستوعب شو بيحكي إذن أنا قلت الخيار التاني مش عارف أنا إيش قصدهم بهاز to go out for of his way يطلع من طريقه لا مش صح هذا الحكي فأنا شو بدي أسوي بدي أحط عليه باللون السكني لأنه مش مظبوط الخيار C He will not be leaving soon لا يا جماعة هو ألها أنا هيني في طريقي ألها I am on my way He will do it his own way لا بيمزحه معكم ديروا بالكم يا جماعة هذا هو الصح اللي هو إيش He is leaving now وهلأ أنا بالدروح أتأكد من إجابتي هذا exercise one وهذا one الجواب A شكرا خلنا ننطلق للسؤال اللي بعده number two was Steve able to get into the house I left the door unlocked for him what does the woman assume Steve did طيب هلأ أنا تركت الصوت بالعمدة هاد صوت الش عشان تشوف المدة وهي المدة واقعية تقريباً 8 ثواني بين السؤال والتاني هلأ رح تنصدمه وتسبه عليه بس أنا آسف السؤال كان إنه هل حدا رح يدخل نسيت أنا أرجع عيده أرجع عيده number one how soon will you be leaving I'm on my way now what does the man mean هذا number one ما بدي إياه نركز على number two number two was steve able to get into the house I left the door unlocked for him تمام كالتالي بقولها إدري الفوت على البيت بتقول له تركت الباب مفتوح he locked the door لا والله طبعاً السؤال إيش بيحكي السؤال بيحكي كالتالي what does the woman assume steve did شو المرأة بتفترض إنه steve عمل he locked the door لا والله ما عمل الخيار الثاني he tried unsuccessful to get in unsuccessfully لا لا to get into the house حاول بكل عدم نجاح أن يدخل على البيت لا he was able to open the door يعني هيك هي أصدها هي قالت I left the door unlocked for him تركت الباب مش مسكر إله الخيار الأخير بقول he left the house without locking the door لا والله ما حكى هيك ولا حكت هيك ولا جابوا هاي السيرة إذن أنا رح يكون جوابي الصحيح اللي هو إيش اللي هو سي جوابي الصحيح اللي هو سي لسه أنا ما رحت أتأكد من الإجابات أشوف اتنين سي الحمد لله صحيحة تعال نشوف الخيار الثالث and apple pie for dessert that doesn't sound good to me what does the woman mean that sounds sounds not good for me هيك أصدها والله يعني فأسته يعني والله مش كويس هاده بالنسبة لي تعال نشوف شو أصدها she doesn't like to listen لا يا جماعة لا ما جب نسيرة listen خيار الثاني she thinks the dinner sounds special لا والله هو مشكلته إنه doesn't sound special نهائيا طيب she specially likes the roast turkey لا والله she doesn't like ما هي she doesn't like that ما هي إيش حكت حكت that doesn't sound good to me اللي هو حسب اعتقادي أنا لسه ما قرأتوش she'd prefer a different dinner يا السلام هي تفضل different dinner اللي هو غداء طبعا كلمة dinner في عليها خلاف هو غداء أو عشاء بس هون على الأغلب غداء لأنهم بياكلوا الغداء بالمطعم هدول الأجانب لما يكونوا في الشغل تمام فإجابتها إنه والله هي بتفكر بـ a different dinner تعالوا نروح نشوف لرقم ثلاث والحل صح هو دي آخر إشي أنا بتدحله اللي هو إيش اللي هو رقم أربعة تعالوا نستمع إله ألا تساعدني في واجب الفيزياء قالها والله يختي أنا آسف لأني مشغول لا ما جابه سيرة هير هومورك لا هو رفض أصلا إنه يساعدها هاي الغلط هون وهي الغلط هون مش هيكون مشغول بالهومورك طيب he can't help her tonight والله اه أنا بالنسبة اللي رح أأخذ هاد الخيار ما بقدرش يساعدها الليلة خلي نكمل ما بزبط إنه أنا أختار هيك دغري he's sorry he can't ever help her لا مش كلمة ever لأنه مش بالمرة هو قالها والله اليوم أنا آسف أنا مش رح أدر ساعدك he will help her with her physics لا والله مش رح يساعدها هو الخيار تابعه كان إنه والله he can't help her tonight وكلمة كان بتوضح لك عن عدم القدرة وبس اليوم يعني أتوقع في مرات تانية رح يساعدها رح أتطلع أنا وأشوف إنه أربعة بي وكانت الإجابة صحيحة ودن وما شاء الله عني وما أشترني وإن شاء الله هدول أنتو لازم تحلوهم هدول أنتو لازم تحلوهم وتتأكدوا من إجاباتهم آه لا بتلعلكم عندي كمان واحدة اللي هي رقم خمسة عشان الحلال والحرام أقولكم لا والله خلاص أقولكم لا خلاص رح أسويها والله غير عم الله يلا let's go شو رأيك في المحاضرة تبعت الدكتور فلان الفلاني بخصوص علم المش عارف إيش والله ما قدرت أخلي عيوني مفتوحات تعالوا نشوف شو أصدها كانوا عيونها بيوجهوها her eyes hurt لا والله مش صح she thought the lecture was great المحاضرة بتجنن لا إذا كانت بتجنن رح تخلي عيونك مفتوحة the class was boring آه والله the class was boring ما قدرت أشفتها عاني موتت من الناس حتى إحنا بنحكي هيك بالعربي وآخر إشي she didn't want to watch professor Martin لا هي شافته وخلصت المسألة باجي هون بقول لك إنه الحمد لله خمسة هي خيارها C خل رح تطلع آه والله خمسة هي خيارها C هلأ بالنسبة له هدول آه بدك آه ادبر نفسك آه بخصوص الساوند تراك وبخصوص الإجابات مش رح أقدر أشير لك هذا الكتاب أنا آسف عشان ما أاخد آه حقوق وأنا أتوقع أني أاخد حقوق على الساوند تراك هذا اللي عم بطلع من الموبايل إن شاء الله ما ياخد آه كوبيرايت على اليوتيوب إذا أخد آه بنلغي الفكرة أو بنقرأهم إحنا آه بس رح تكون المسألة أصعب بكتير شكراً لكم بتمنى لكل يشير هذا المقطع لأنه أنا حابب يستمر ولله فلله حابب أني كون عندي هيك حوالي ألف فيديو كلهم آه عن تعلم لغة إنجليزية وفي عدة مجالات منها التوفل والآيلتس والأشياء هاي كان معكم أخوكم الأستاذ محمد أسود من عمان الأردن فلسطيني غزاوي أصلي من يافا معاي ماجستير اللغة الإنجليزية وأدابها من جامعة الشرق الأوسط ومعاي باكالوريوس اللغة الإنجليزية وأدابها كمان وشكراً لكم والله يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته